بمجرد سماعهم انباء الملاسنة بين رئيس وزرائهم رجب طيب اردوغان والرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز بمسدد دافوس حضر الاف الاتراك الى مطار اسطنبول لاستقبال زعيمهم فقد وجد هؤلاء في تصدي اردوغان لمحاولات بيريز تبرئة اسرائيل من جرائم الحرب في غزة فرصة للتنفيس عن غضب متراكم على ما يرونه جرائم ضد الانسانية ترتكبها اسرائيل كما ان الاتراك الغاضبين ربما لم يسمعوا في السابق كلمات تحمل طابع التحدي ضد اسرائيل من اي مسؤول تركي مثل ما حدث اثناء هذا المنتدى سيد پيرز انت اكبر من نيسنا وقد استخدمت لغة قوية اشعر بانك ربما تشعر بالذنب قليلا لذلك ربما كنت عنيفا انا اتذكر الاطفال الذين قتلوا على الشاطئ واتذكر قول رئيسي وزراء من بلدكم انهما يشعران بالرضا عن نفسيهما عندما يهاجمان الفلسطينيين بالدبابات واشعر بالحزن حين يصفق الناس لما قلته لان عددا كبيرا من الناس قد قتلوا واعتقد انه من الخطأ وغير الانساني ان نصفق لعملية اسفرت عن مثل هذه النتائج اود الرد عن بعض الملاحظات التي جاءت في مداخلة الرئيس بيراز من المؤسف انه لا يوجد وقت كثير من فضلك اتركني انهي كلامي شكرا لنعود الى دافوس بعد هذا انتم لا تتركونني اتكلم وسمحتم لرئيس بيراز بالحديث مدة 25 دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب لم تكن فقط طريقة بيراز في الحديث هي التي اغضبت اردوغان فهناك اخرون احتجوا على مجمل ما قاله بيراز